موسيقى موسيقى وعيد السليمي مقاول وصالح من محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي كان بحاجة مع الناس الجديد للتكنولوجية في العالم جديد للتليفون وحلول المشاكل التقنية الفكرة كانت شوأنا وكان عندي شغف لأي حاجة عنده علاقة يعني كان يعجبنا أن نقلب موسيقى في الانترنت كنا من أول الناس اللي كان عارفهم من بعد كنت مسبق لشي حاجة اجتلقيت لأنه عندي وحاجة جديدة الناس يعرفوها صافي حتى قدرت بموح المدونة ديري اللي كانت اسميها شروحات من بعد من بعد من بعد بدأت مع الموضوانة بدأت فيديوهات في يوتيوب خدمت في المدونة المحترفة للمدة تقريبا عندي عام ونص كتبت واحدة تجربة موادية تقنية شروحات تقريبا عندي موادية تقنية ومن بعد من بعد أول حاجة بسي 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 شكرا فرحة بسي بسي ونصور بسي 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 تطور ديزم في سي سمو الرأس كتشل الماطارية شوية إضاءة شوية كده كده ما قيعد لها شوية صبتا إليه مع اللقفة الكاميرا دينا بحلة تريب اللي هنا مع الوقش كتتحصل شوية الأمور بالنسبة للموحجة ديالو كي يعيني مديلا أنا أصلا أصلا زي الفكرة باش أصلا بدأش وكان كن كهجبني ذك الأفاد ديال أنه كيبارتاج أي حاجة علاقه بالتكنولوجيا مهم الشغف مجرد من عنده لذلك كنت أرى بأنه ممكن أن ينزل بحاله أو محسن قاع وكيف كانت تعمل صراحة كان مزين لدرجة أنه كانوا شئين ناس كنت أرى فيديوهات في يوتيوب في 2016 بحركة كانوا يقولون لي كيف نرى إيدك وكان يشكرني في لايف أو شيء عجلت العلاقة وأنا نقدم معه في مدوان ما أخش؟ عن المروكب الأول صراحة كنت أغير ما كنت مقرد بزيازة في ذلك العام وكي عارف القراءة ومتوقع الجريم ودوانة وخدمة رغي وإكساتها ما بينش ذلك الرأسة بحل ذلك ومبروك السيفات اللي كنت دا ذلك العام بش أنك زعمت تقد واحد فيديو جديد أول حاجة كنشوف مثلا ما هو المواضيع التي يقدرون أن يتبارتاجها والتي يهتمون لهم الناس وهذا هو أول شيء أن ترى الموضوع الذي ينترسون له الناس ومن ثم تفعل طريقة ذلك تستطيع التقلب و تتحضر بطريقة ذلك المونتاج و تتبارتاج ذلك الشيء في الانترنت كما تكون أصلا بعد يوتيوبر و صانع محتاوى في مواقع التواصل الجماعي يكون لديك شخص من خدمة كما قلت مونتاج و تتوقف و تقدم كاميرا و تحاول أن تكون تجاوب الاشتراكات التي يوصل لك فهو لا يجب أن تكون مظهر قليلا لك بطبيعة الشيء يبدأ بك أن تكون الأرقام هناك أرقام متابعين في صوشيال ميديا كامع انستغرام فيسبوك و يوتيوب و تيك توك يبدأ بك أن يكونوا شركات و لكي تقدموا أن تتقلب عليهم يبقى أن يكونوا شخصا عنه كما قلت لك كل واحد وش حال يقدر يدخل من هاد العالم دي لانترنت خلص كنت عرف كيفاش تدير كل واحد والطارقة دي لباش كي يخدم دو كي يجو شاركات ولي الله الحمد وينك يخدموا مع شركات دي لها واشيف ودك شراء غادي الحمد لله مازال باغين اني ندرس ستوديو على حق وطرعي قوي كوندك شي ناضف في الصوار ومن نحية للجودة من نحية الدكور كل شي من بعد باغين اني نزيد نطور ندرد كونسبت على غير مؤخرا بديش واحد كونسبت متواش خبارك كندروا في انستاغرام وفي تيك توك كندروا فيس بوك وواتساب وشي فيتشور جديدة بحالك ده مهم شي معلومة جديدة مهم كندروا نحاول ان ندرد كونسبت المراجعة للهواتف كده يكون انقص بزاف للناس شكرا بزاف للناس اللي كيتبعو اللي كيتبعو اللي كيتبورتو ديما جايم بارتاج اللي كومنتار كتشجيعات شرا صراحة بعد مراش كتكون قتتقول عشان ديران هالشي كامل لا اللي كيتشحول انك تنقص ما تقش حد ديما المحتاوة اللي كاتل قادية كومنتار دي ميساج بوزيتيف كتتتشجع وكتشح بقا ديمة تحاول انك تبقى حاضر في انترنت وتتبرتاج اللي كتبعو بعض المرات كيتبعو يومي ثلاثيين كيفينك 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 علي الفوق كيني ناس اللي مكي يتعنترس فيوا لي كنتشة أكثر مانا هم يتعنترس في المحتاوة وشكرا لهم بجوش اشتركوا في القناة